ومن الشخصيات المهتمة أيضا بالتراث والأصالة بطريقة مختلفة معنا من دبي مصممة الأزياء العراقية المختربة دينا الخشمان والتي نقلت الروح العراقية على تصاميمها أينما حلت حتى وصلت لها إلى عروض الأزياء في الصين أهلا وسهلا بيش دينا يعني سعيدة جدا أنه أستضيفج يعني شنو سبب اختيارش لتصميم الأزياء التراثية العربية وخاصة العبايات والبيشتات البغدادية حبيبتي أهلا وسهلا بيش وأشكر قناة دجلة الفضائية المساهمة هذه الجميلة ودعمها للعراقيين اللي عايشين خارج القطر الصراحة أنا من اختارت الملابس التاريخية التراثية أنا دائما أعشقها يعني من كنت صغيرة وهي هذه الأشياء دائما تأطيت شعور بالرقي وتعرفين يعني بالفخامة وبعدين عندنا يعني ما شاء الله بلدنا العراق زاخر بتراثه كل قطعة من تراث العراق تطيج دافع للإبداع وتفكرين هي شي يعني كل قطعة من تاريخنا قطعة فنية عندش بوابة عشتار الملوية أسد بابل جناء المعلقة التراتشي وسبع عيون والخزامة يعني كل هاي الأشياء تطيج دافع أن تعشقين هذا التراث الجميل نعم دينا خبرين أكثر يعني بالبداية قبل ما تدخلين على خط تصميم الأزياء يعني دخلتي كهاوية أم دراسة أكاديمية من البداية شفتي نفسش مصممة أزياء وركزتي على خط معين في التصاميم لا أنا خريجة علوم حاسبات كنت أعمل بمجال الجرافيك ديزاينر لكن أنا من صغري حلمي هذا الأرض الأزياء والخياطة يعني أنا هاي كلها اللي تشوفيها هي من الألف للياء صنعي من اختيار القماش من الخياطة من الإكسسوارات يعني أعشق هذا المجال دخلت الزمان في دورات خياطة وتطريز وهذه الأشياء يعني تعرفين إحنا العراقيين كلنا نحب الفن في كل أنواعها نعم إش قدت أخذ منك وقت حتى يعني تعدين هذه التصاميم خصوصا إذا تريدين تشاركين بمعارض والله هي تعتمد هو حسب نوع القطعة وتعرفين أحتاج انتقاء الأقمشة يعني أنا كلش دقيقة بانتقاء الأقمشة دائما أفضلها أن تكون من الحرير أو القطن الخالص عندك البشت العراقي اللي أنا مسميتها بشت ليالي بغدادية هذا كلش دقيق وياخذ وقت يعني أقل شي سبوعين القطعة الطول لأن كلها شغل إيد وتنزيل ورسم شغل إيد وبنتيجة الحمد لله وشكرت طلع فت قطعة حلوة هو الفكرة يعني من الجالوري أنه كل قطعة شكل ما أكررها يعني اللي تأخذ القطعة تكون متميزة بيها وتظهر نوع من التراث مع الحداثة يعني سويت ميكس بين التراثي والأشياء الجديدة من ألوان من يعني هالأشياء طيب هو هذا ريد أسألش عليه يعني الموضوع المعارض وعروض الأزياء اللي شاركتي بيها طبعا ركزتي على هاي النقطة قلتي يعني جمع التراث بالحداثة وهو أيضا إلى حد ما هو دمج الشرق بالغرب بالتصاميم المشتركة يعني شفتي أكو تناقم بهذا الدمج وجد تتوقعين أنه أكو مقبولية للأزياء الشرقية التراثية في المجتمعات الغربية هو إحنا كانت فكرة التقاء الشرق بالغرب كنا مجموعة مصممات من العراق ومن فلسطين ومن روسيا ومن ألمانيا فكلنا اجتمعنا بهذا الأرض الأزياء اللي سويناه في دبي والله كانت روح كلش حلوة يعني كان الإنتاج كلش مبهر ونجاح حلو والناس كانوا من عدة جنسيات يعني عندش الأجانب يفرحون من يشوفون مالتنا الأبي خصوصا لما تكون هاي الألوان والبشت العراقي يعني كثير ما شايفين وما يعرفون التفاصيل فمنش راحلهم يكونون كلش منبهرين طيب خليني أسألش أكثر يعني عن مواسم التصميم أو بعبارة ثانية أكو مثلا مناسبات معينة أو أيام معينة أو حتى حدث عالمي يصير فرصة لتصميم الأزياء للتفكير مثلا بحضارة بلد معين أو للتفكير مثلا بقصة معينة يعني حدث تفصيل قضية مثلا شفنا الكوفية صارت الكوفية الفلسطينية الأكثرية تفضل تلبس عبي وبشتات في شهر رمضان سواء كانوا عرب يعني العرب من كل الجنسيات حتى الأجانب يعجبهم من يطلعون أبسط طلعات مطائم شيهم يلبسون العبي لأن شهر رمضان يتسم بالحشمة فالأغلبية يستمتعون من يلبسون العباية فلهذا عندنا شهر رمضان هو أكبر حدث بالنسبة لأغلب اللي يشتغلون بالعبي لأن يكون عليه أكثر طلب إذا دخلنا أكثر لعالم المصممين شواله التحديات اللي واجهوها بحياتهم حتى يقدرون إنه ينجحون في هذا المجال يقتحمون هذا المجال ينشهرون ينعرفون ينجحون يصير أكوك بال على قطعهم المواد الأولية اللي يستخدموها أنت خبرين أكثر عن هذا الجو هو أهم شيء هذا انتقاء الخامات يعني من أصعب الأشياء أنه الدورين شيء يصير متميز اتغيرين بممشيوفه هواية هذه النقطة عندك انتقاء الخامات الأكسساريز حتى خلينا نقول مشاغل الخياطة وشيء هذول همينا كل الصعبين يعني فلهذا أنا لتجأت أنه أنا أخيط بإيدي لأني كثير وديت معامل وشيء ما عجبتني النتيجة مثل ما أنا أطلعها شون ماريد نعم مصممة الأزياء دينا الخشمان شكرا جزيلا قلت وشكرا لوجودوا شيعنا اليوم حبيبتي ألف شكر لكم شكرا لكم شكرا لكم